اشتركوا في القناة الخطة الاستراتيجية لانشاء وتطوير وصيانة الشوارع في مملكة البحرين كانت يمحور السؤال الذي تقدم به السادة النواب إلى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني خاصة في ظل الازدحامات المرورية في الأوينة الأخيرة كانت ملاحظاتي على إجابة الوزير شافية ووافية وأشكر سعادة وزير البلديات على توجيه الدعوة لي للجلوس معه والتباحث في الخطة الاستراتيجية والأمور الفنية لهذه الخطة الوزارة وضعت بين يدي المجلس جميع الخرائط والأرقام التي توضح الجهود المبذولة في التخفيف من هذا الازدحام تقدمت بالرد المكتوب المدعم بالخرائط والذي حظيه بموافقة سعادة النائم وأيضا كانت هناك بعض الملاحظات من سعادته بالنسبة إلى الازدحامات المرورية وبعض الأمور الفنية التي تطرق إليها ومن خلال سؤال آخر تقدم به المجلس إلى الوزارة ذاتها حول البيوت الآيلة للسقود أكد السادة النواب على وجوب اتخاذ الوزارة إجراءات أوسع للانتهاء من ترميم هذه البيوت بصورة مستعجلة أنا كنت أتكلم عن محافظة المحررة ككل يعني هل معقول أن محافظة المحررة كلها 25 بيت عائلة للسقود؟ هناك أعداد كبيرة من البيوت عائلة للسقود لكن الآن الأخ عصام خلاف وزير الأشغال متعاون جدا معنا لكن الوزارة قدمت بلغة الأرقام ما يبرهن بأنها ماضية بالانتهاء من هذا الشأن الوزارة ضمن هذا المشروع قد انتهت من بناء 325 بيت لآيل للسقود وفي محافظة المحرق وهناك حاليا قيد المناقصة لبناء 23 بيت آيل للسقود وتم التنسيق بين شؤون البلديات وبين هيئة الثقافة والآثار بالنسبة إلى الحفاظ على المميزات التراثية لبعض هذه البيوت أما فيما يتعلق بترح مناقشة عامة لاستضاح سياسة الحكومة حول الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أوضح السادة النواب أن الخطوات الآنية تعتبر إيجابية لكنهم يتطلعون إلى المزيد رد التأمينات الاجتماعية على تساؤلات النواب طبعا في جانب إيجابي أن التأمينات الاجتماعية عندها استثمارات وهذه الاستثمارات مجزية ومجدية نحن في الحقيقة الذي يهمنا في الموضوع أن تكون هناك استثمارات حقيقية لأموال المتقاعدين وفي ختام الجلسة تم تأجيل التصويت على تقرير يتعلق بقانون الطفل إلى الجلسة المقبلة رغم الاختلاف وجهات النظر حول بعض المواضيع التي تم طرحها اليوم في الجلسة إلا أن الطرفين اتفقى أن يستمر التعاون بينهما في المرحلة المقبلة خاصة وأن الموازنة العامة تدق على الأبواب سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزون البحرية